تجول الحاجة تميمة بين صور قديمة لها في الحرم المكي فهي اعتادت على أداء فريضة الحج في كل مرة زارت خلالها مكة المكرمة كمعرفة دينية وبعد غياب أربعة أعوام تشعر تميمة وكأنها المرة الأولى التي ستؤدي خلالها الفريضة وتساعد غيرها على إتمام أحد أركان الدين مكتب الحملات الذي تعمل معه لم يدرج اسمها هذا العام للسفر وهي غير قادرة على دفع التكاليف لتفاجأ بفاعل خير يتكفل بسفرها ويعيدها إلى الحرم بعد غياب لأن الواحد يشتاء يعني أنه يرجع يروح على الحاج لأنه هذا الشيء يعني أنت من جوبة بدك تشعر فيه والواحد بيكون مشتاء وقلبه دايب لا يوصل على الحرمان يعني وهذا المشوار يعني قد ما حكيت لك عنه لا يوصف لا شعور ولا إحساس ولا إيمان حققت الحجة تميمة حلمها بمساعدة فاعل خير وباع آخرون مقتنياتهم ومن بقي لديه مبلغ صغير لجأ إلى الدين لكن كسر لم يتمكن من أداء فريضة الحج هذا العام خاصة من الدخل أمواله لأعوام بالليرة اللبنانية ففقدت العملة وقيمتها وذهبت المدخرات مع الريح أربعة آلاف دولار بعد ديك الأيام كانت ست مليون ليرة نحنا للمساري اللي ضبيناهم لنطلع فيها الحاج هلأ ما بيوصلونا للمطار ست مليون ليرة حركة خجولة لحجاج بيت الله الحرام يشهدها مطار بيروت فقط 2400 لبناني تمكنوا من السفر هذا العام وهو الرقم الأدنى الذي يسجله لبنان تاريخيا بسبب الأزمة الاقتصادية معدل الحجاج من لبنان كان يصل إلى 15 ألف حاج سنويا في العام السابق للأزمة الاقتصادية حج 17 ألف لبناني وبلغ هذا العدد ذروته أيام رئيس الأزراء الراحل رفيق الحريري حينها كان يسافر أكثر من 25 ألف لبناني إلى مكة المكرمة غنوية تيم الحدث بيروت